السلام عليكم ازايكم اخبار جديدة و اخبار مهمة والحقية الاخبار اللي معاني النهاردة هتفاجأك لسبب بسيط جدا انها مقالة نازلة في foreign policy المقالة دي كدبها اثنين متخصصين في حرب العسابات او الجوريلا وول لو خدت بالك هتلاقي مستراحة كتيرة جدا لموضوع حرب العسابات ده والحقية ان المقالة دي بتشرح لك ليه اسرائيل خايفة من الجزء واسرائيل خايفة من حماس وبشرح لك ايه كتير اوي ومهمة جدا والحقية معانا كم معلومة وكم خبر هام للغاية قبل المقالة برضو هتفاجأك بشكل كبير شنقولك عليه ومكشف لك تفاصيلهم كلها لازم قولك القصة من الاول اعلنت كتائب القسام تدمير ثلاث دبابات وناقلة جند وجرافة تابعة للجيش الاسرائيلي وذلك في اشتباكات على مشارف مخيم الشاط الغربي غزاني قبل اكوش في الموضوع قبل اكشوف لك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معانا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو الايام دي افضل استثمار هو الاستثمار في الاصور واهم من الاصول اللي ممكن تستثمر فيها هو الاستثمار العقاري بس الاهم ان العقار دا يكون موجود وعلى ارض بواقع زي بيقوله كده متشتريش سمك في مياه نهاردة معانا منتجع اسمه منتجع فيدالة فيدالة ده مشروع ومنتجع مميز جدا عبر تفاع 750 متر فوق سطح البحر موجود فيه كل الخدمات زي بحر صناعي جابات صناعية شلالات مائية ملاهي مائية ده غير انه قريب جدا من التلفريك وجامعة الجلالة والداونتاون منتجع فيدالة الوحدات فيه بتناسب الجميع اللي تبتدي من 65 متر لحد الفلات والتاونهاوس اللي ممكن توصل مساحتها ل325 متر كل واحدة هتختارها في فيدالة هتقدر تعينها على ارض الواقع قبل حتى ما تتعاقد عليها ولو وشكلتك ان انت برى مصر في باترهاوس هتوفر لك تسكرة مجانية عشان تيجي وتشوف وحدتك على ارض الطبيعة وسعر التسكرة بيتخصم من المؤدم ده غير ان باترهاوس عندها اكبر بشاريع سكنية في العصام الادارية وكمباوند ساكن بالفعل في كابيتل R7 وكمباوند تاني ساكن برضو في كابيتل R8 ده طبعا غير الاداري والتجاري والطبي كله على ارض الواقع وما تنساش باترهاوس بتقولك ان التنفيذ هو سيد الموقف نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول ايه الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه فيما يخص حرب غزة اول حرب اللي بتدور بين المقاومة فلسطينية والجيش السهيوني هي اول خبر معنا ان دلوقتي ارقام جو بايدن الانتخابية سيئة جدا كل استطلاعات الرأي بتشير لتقدم دونالد ترامب لو كان رئيس امريكا السابق والراجل ده كمان عاوز يترشح في حاملة الانتخابية الامريكية الجريب في الموضوع ان دونالد ترامب اصلا عنده مشكلة قضائية كبيرة جدا والراجل ده بيروح من المحكمة دي لمحكمة دي مش بس كده الراجل ده اجتمالية انه ينزل المتخابات ممكن ما يكونش كبيرة بالمناسبة ممكن اي قضية من القواطق دي يلبس فيها وما يعرفش يخد الانتخابات برغم كده كل استطلاعات الرأي بتشير لتقدم دونالد ترامب في الولايات المترجحة يعني في حبة ولايات كده ما بتبعش له هيا ديمقراطية ولا جمهورية دونالد ترامب بيسيطر عليها هي دي المشكلة الاساسية طيب في نفس الوقت ايه اللي مخلي ارقام جو بايدن تتراجع بص معدل لعمر يعني ان الراجل اكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية الراجل ده عجوز جدا عدد الاجازات اللي بياخدها كتير جدا تالت حاجة ملف غزة اه اثر بشكل جدا اه التأييد الشعبي من العرب مبقاش كتير عاوز اقول لحرارك ان حتى اصحاب البشرة الصمراء اللي هم كانوا ضدوا دونالد ترامب في اخر انتخابات عاوز اقول لك ان هم دلوقتي بيقيدوا اه دونالد ترامب بشكل جيد بحاجة بيقيد جو بايدن جو بايدن حرب غزة قضت عليه هيسيبك ان هو فشل في حرب اوكرانية او انا شايف ان هو اه منجحش في حرب اوكرانية بس حرب غزة قضت عليه وفتحت كل مشاكل لقصاد الشعب الامريكي خاصة ان فيه مظاهرات ضخمة جدا وانا كشفت لحضرتك ان المظاهرات راحت لحد ببيت لابيض وكان اعوزين اقتحموا ببيت لابيض كمان ففيه غضب في الشارع الامريكي اللي بيشوفوه فانا عاوز اقول لك ادقي جو بايدن مستحمل اسرائيل وبيدافع عن اسرائيل ودى مهلل اسرائيل ثلاث اسابيع عشان تنهي ملف غزة مش عارف يستحمل اكتر من كده ده عكس كل التصريحات الامريكية السابقة العلن يقول لك يا باشا احنا معاك وبندعو الهدنة انسانية وبتاع الراجل يهود باراك رئيس وزراء اسرائيل السابق طلع قال لك هو امريكا قدت اسرائيل ثلاث اسابيع من دلوقتي عشان تنهي ملف غزة حين خبر التاني فجأة كده نتانياهو طلع راجل سلام ازاي نتانياهو طلع قيل على فكرة لمنفتح لاي هدنة تكتيكية يعني هدنة بتبقى قصيرة جدا عفكرة جو بايدن في الاول كان بيقول هدنة او بوس بوس ده يعني وقف وقف الكتال وقف الكتال ده يعني وقف القصف وبالطهران او الايقاف جو بايدن كان بيدعو الايقاف بعد كده سميها هدنة انسانية وبعدين تم تغيير اسمها الهدنة تكتيكية كل حاجة من دي تبقي اصر من فقري بيه. كبس؟ فنتانية والنهاردة في اللقاء اللي عملوا مع اي بي سي نيوز قال لك انا منفتح على هدنة تيك تيكية تمام? انا عمديش في اي مشكلة. فمزيق قال له يعني ايه الهدنة تيك تيكية اللي انت عاوزها. قال لك ساعة هنا ساعة هناك ماشي. ما احنا بنعمل كده اصلا. يوقف الحرب ساعة ساعتين. قال لك ما احنا بنعمل كده. فاده خبر. خبر التاني. خش بقى في ملف غزة. ايه مشكلة ملف غزة? بص يا دي. دلوقتي مشكلة ملف غزة كزا حاجة. اولا هل اسرائيل ينفع تقدي على حناس? سيبك من تصريحات المحللين واسيبك من تصريحات الناس اللي بتقعطي الكلمة على اليوتيوب. عاوزين حد خبير عنده معلومة. حد كده تقيل يطلع يقولك اسرائيل قادرة على اه القضاء على حماس في قطاع غزة ولا? اللي حقدر يقولك المعلومة دي هو رئيس الاستخبارات البريطانية السابق. ايه راعك في الراجل ده? ده راجل تييل وكبارة تم استضافته في CNN عن طريق اكبر واقوى مزيعة في CNN كلها اللي اسمها أمانبور. تسألته سؤال مباشر. هل ينفع اسرائيل تقدي على حماس ولا? اسمع رد الراجل. شوفها يقولي. You can kill a lot of hamas fighters. You can destroy a lot of hamas infrastructure. You can take out these tunnels if you can find the full extent of them. But hamas does have a political base inside gaza and to some extent on the west bank as well. You can kill individuals. You can't kill an idea. زي ما انا قلت حرك من اول يوم. حماس فكرة. حماس مش حركة او خلاص. بس في حاجة او نقطة خطيرة جدا. وهي ايه? وهي ادام اسرائيل عارفة ومتيقنة انها مش تقدر تقدي على حركة حماس. ليه ده خلب كل العنف ده? الحقيقة جابت السؤال ده طالع في المقالة في foreign policy كاتبها اتنين. كاتب متخصص في حرب العصابات اسمو بيتر تشين. والكاتبة التانية اسمها فارشا كودفايور. فارشا كودفايور برضو متخصصة في حروب العصابات. المقالة عنوانها ايه? اه المقالة عنوانها حماس and a new lesson of irregular warfare. او حماس والدرس الجديد اللي تم تعلمه من حرب العصابات او الحرب جهر النظامية. الناس دي بيتقول لك ايه? يقول اكد بالك دلوقتي في خلاف حوالين تعريف الحرب اللي شنتها حماس. هل هي حرب عصابات? حرب جهر النظامية? اه حرب استنزاف. هي حرب ايه بالضبط? قال لك النوع ده من الحروب? خلينا نعرفه كل قاتي. هو نوع من انواع الحروب بتلجأ له المنظمات او الدول اللي معندهاش جيوش. وهي ما يعرف بحرب العصابات. حرب ان هو تضرب وتختفي. تضرب وتختفي. هو ده حرب العصابات الجوريلا وورفار. فقال لك الاسماء كتيرة اللي بيتم اطلاقها على الحروب دي. نابعة ان كل مرة بيتم شن الحروب دي بتبقى بطالية مختلفة. خلاص? بس هي في الاخر هي حرب غير نظامية. مش بين جيش وجيش. هي بين اه دولة ما عندهاش جيش. ودولة تاني عندها جيش منظم. فالدولة اللي معندهاش جيش دي بتخوت حرب غير نظامية لمهاجمة اه الجيش المنظم اللي قدامها. واللي ممكن يكون يمتلك اعتاد وقوة اكتر منها. رحية الاتنين بديل المقالة بيقولوا وخلي بالك ان حماس شنت الهجوم الاكتر فتكا على اسرائيل بشكل غير طبيعي. وفي اربع دروس مستفادة من الحرب اللي شنتها حماس دي. اول درس بيقولك ايه? بيقولك اول درس ان خلي بالك ان اسرائيل كانت بتعتمد على التكنولوجيا الفتاكة اللي عندها. واتضح من الحرب ان مش لازم لما يبقى عندك تكنولوجيا فتاكة تعرف تصد اي هجوم او ما يبقاش عندك خسائر. بالعكس الهجوم اللي شنته حماس بتكنولوجيا اه بدائية تقريبا. واسلحة اه مش فتاكة ولا حاجة. قدرت انها تضرب اسرائيل ضرب كبير جدا. وكان ابرز انها قدرت تهاجم اسرائيل وتسبب فيها خسائر قدرتها على التغلب على الكوبة الحديدية. بمناسبة بارح طلعت فيديوهات لاختراك الكوبة الحديدية وان سلوخ طالع من الكوبة الحديدية واقع تاني على مستشفى في اسرائيل. اللي قال الكلام ده صحيفة يا دعوت احرانوت قايت لك على فكرة في مستشفى في اسرائيل ضربت بسلوخ من الكوبة الحديدية. نتيجة لعطل تقني. فالتنين كتاب بيقولوا ان الدرس مستفد ان التكنولوجيا الفتاكة مش هي اللي عطلنا النص في الحرب دي. بالعكس. حماس برا عيتها في عنصر المفاجأة اللي هي عملته ادى لتحييد التكنولوجيا الفتاكة. لان نخلي بالك اسرائيل عندها سياج الفدودي عندها النقاط مرقبة عندها الكلام ده كل. طيب. تاني درس مستفاد ايه? قالك تاني درس مستفاد هو التنصيق. يعني مش بس حماس استخدمت تكنولوجيا بدائية. لأ التنصيق بين العناصر وكل الاسلحة لتحت ايد حماس. ازاي? قالك لو اخدت بالك هتلاقي ان حماس شنت هجوم على اسرائيل من البر والبحر والجو. التنصيق ده في حد ذاته ان انت تنصق الهجمات دي كلها في وقت متزامن. ده براعة وده دي حاجة ما تعود نهايش في حرب العصابات. حرب العصابات المفروض ان هي بتستنى الجيش المنظم يخش الفخ وبتبطي تشتبت معي. يعني تستنى الدربة الاولى من الجيش المنظم. انما اللي عملته حماس هو شيء اخر. هو هجوم منظم عن طريق حرب العصابات. تاني حاجة حماس اعتمدت على تكنولوجيا بداية ازاي? ان هي اصلا الجسست على اسرائيل عن طريق جواسيس. يعني حماس ما عندهاش اقمار صناعية. ما عندهاش طيارات. ما عندهاش مراكب قدت الجسس على اسرائيل بلاكس. هما ودوا جواسيس قدوا يدرسوا المواقع كويس جدا. زائد صور ايران بعتتها لحماس. ممكن يكونوا اعتمدوا عليها. بس حماس يجب ان انت تعرف ان هي اعتمد على تكنولوجيا بتاقيها جدا. قصاد اعين اسرائيل. والبراعة كلها ازاي عرفت انها تنصك بين المواقع ده كله. طيب. اسرائيل بتقول كام واحد من حماس هاجم مواقع اسرائيل. دي مش فاكتوب في المقالة بس انا حوالي حضراتك. اسرائيل بتقدر عدد مهاجمي حماس يوم سبع اكتوبر من الفين و خمسمية لتلات تلاف ومتين. مقاتل من حماس. ازاي اجزة استخبارات الاسرائيلية معرفتش الهجوم ده. بمناسبة. من كام يوم طلع خبر قال لك والله نتانياهو بيلقي باللوم على القادة والجنود الاسرائيليين ان هم قاعدوا يتظهروا. لما جيه يعمل التعديلات الدستورية. اه ومظاهرات دي خلت الجيش ينشغل عن تأمين الحدود. طبعا نتانياهو لما طلع الكلام ده كله طلع يا اوف جالانت اللي هو وزير الدفاع الحالي. وبيني جانس اللي هو وزير الدفاع الصابق. الاتنين انتقتوا تصريحات نتانياهو. قالوا ده مش وقت لوم والكلام ده كله. حتى نتانياهو طلعا قال لك انا مقولش كده. يعني انتو بتبالوا علي انا مقولش حاجة. بس كده او كده. المشاكل الداخلية في اسرائيل برضو كان لها دور كبير جدا. في الهجوم ده. وان حناس لما اختارت يوم سبع اكتوبر. قوقع تفتكر ان هو بس عشان يتماشى مع انتصارات اكتوبر ويوم كيبور. لأ. حناس لما بنت خطتها لضرب اسرائيل بنتها على الاوضاع الداخلية اللي شافتها داخل اسرائيل. مجتمع متفكت. مجتمع فيه مشكلة كبيرة جدا. اليهود اصلا كانوا بتادوا يسيبوا اسرائيل بعد المظاهرات اللي قامت على نتانياهو والتعديلات الدستورية اللي كان عواز يعملها والكلام ده كل. فتاني درس الموضوع ده كله هو البراعة في التنصيب. نشي. طب تالت درس. قال لك تالت درس التدريب. يعني ازاي حماس قدرت تضرب 3000 جندي او 2500 جندي واسرائيل ما تشارش. طيب هم بيتكلموا على تدريب ان حماس دربت الجيش بتاعها على مهاجمة اسرائيل? لأ. قال لك هما كانوا بيدربوا الجيش بتاعهم على اللحظة اللي احنا فيها دي. اللي هو رد فعل اسرائيل. لازم تعرف ان حماس مش اول مرة تشتبك مع اسرائيل. وكل مرة الجيش الصهيوني بيشتبك مع حماس بيلاقي حاجات جديدة بحضرها حماس. فالموضوع كله ان حماس اتدربت كويس جدا على رد الفعل الاسرائيلي اللي هيكون مدمر. وبمناسبة الاتنين كتاب بيقولولك حاجة خطيرة جدا. بيقولولك تحس ان حماس كان بتدفع اسرائيل لعمل انتقامي منهم. بحرب منظمة. هم اصلا تحس ان هم عاوزين يستدرجوا الجيش الصهيوني لحد مواقعهم. بشكل ما. ليه? قال لك بص ان مقاتري حماس اثروا مدنيين. ودي حاجة تجن ان اي صهيون. ان انت بتقسر مدنيين او مستوطنين. انت بتخلي في حالة رعب عند المجتمع الاسرائيلي كله. ان حتى مدني مش امن على حياته. فتحس ان حماس كان بتستفز اسرائيل عشان تخش بالرقية. ده اللي عاوزها حماس. تاني حاجة طول فترة سموت حماس يدل ليك ان حماس بقالها سنين. بتتدرب على الخطة دي. والدليل على كده ان في وثيقة لقاها الجيش الصهيوني او مقاتلين اه صهينا. الوثيقة دي كان بتقول ان حماس بتاعت تدربها من اكتوبر عشرين اتنين وعشرين. يعني الحرب دي حماس بتتدرب عليها بقالها سنة. هل تعتقد ان حماس بتتدرب على هجوم على اسرائيل لمدة سنة ولا هجوم مدفاع. اكيد حماس تتدرب على هجوم مدفاع في انتظار اللحظة دي. والدليل على تدرب حماس على الحرب اللي بتدور حاليا. حاجة بسيطة جدا. ان حاليا مقاتلي حماس بيشتبكوا مع الجيش صهيوني لحد دلوقتي. وان الجيش صهيوني او مقاتلي جيش صهيوني مش عارفيني يقدر حماس لحد دلوقتي. انا جبت لحضرتك مقالة نازلة في اريتس. الجنود السهيلة بيشتكوا. بيقول احنا مش لقيين حماس. مش لقيين مقاتليين بنحارب اشباع. تاني حاجة خد بالك من كل القادة اللي بعتتهم امريكا الاسرائيل. عشان يحذروهم من حرب العصادات. وان اسرائيل لو دخلت جزة بري هتدفع تمنجاج. فكل التحذيرات دي تدل لي ان امريكا ظهر متنبئة ان حماس اعدت خطة مسبقة للدفاع عن جزة. وان حماس بتخد الخطة دي وفقا لاستراتيجياتها. طب ايه رابع درس? هلك بص بقا. رابع درس هو اخطر درس. وهو تطوير الخيارات العسكرية. يعني ايه? يعني راجل بيقول لك خد بالك لو الحرب خلصت كده. وحماس فضلت محتافزة باااااا كواتها. Любين الجيش بتاعها. وفي الاخر حصل عاملية التفاوض لازم تعرف ان اسرائيل في مرحلة حلاك. ليه? لان اللي حصل من كبر حماس ده لازم تعرف انه هيتطور في المستقبل. لان حماس دقت دم الجنود صهاينة. وعرفت كويس جدا ازاي تشن حرب وعمالية هجومية واسعة على فلازم تعتقد ان حناس لو انتصرت في الحرب دي لازم تعرف ان هما هيعدوا العدة لحرب اكبر بكتير ممكن تقضي على اسرائيل في المستقبل وعشان كده من حلقت المقالة دي بالاخبار اللي حضرتك بتشوفها ان اسرائيل بتستهدف القادة بتوع حناس لان دول خططه مش عاوزين اي خطط في المستقبل مش عاوزين الناس دي او القادة دول يطوروا من خططهم عشان كده بيختالوا القادة مش بس مكوفدين فدي المقالة بتقولك لازم اسرائيل تحسن معركة عسكريا وده موضوع مستبعد جدا وانا كشفت لحضرتك ان رئيس المخابرات البريطانية السابق قالك استحال فلو ما تمش الحسم لازم تعرف ان غزة هتفضل تعد نفسها لحرب مدمرة لاسرائيل في المستقبل ده حاجة تانية النهاردة جيدة اسمها معاريف معاريف السهيونية نزلت خطة بتقولك اسرائيل هتعمله في المستقبل ايه بقى اللي هتعمله قالك والله اسرائيل عندها خطة للمستقبل في قطاع غزة اول خطة لازم تعرف ان اسرائيل عاوزة تحسن الجزء الشمالي ده بشكل بيج جدا وبالمناسبة حواري حضرتك خريطة لتقدم الجيش السهيوني لان اسرائيل عما يتقولك احنا خلاص حوطنا قطاع غزة حصرنا قطاع غزة لازم تعرف لحد الوقتي هم ما حصلهوش بشكل مطلق لان لحد الوقتي ما وصلوش لمستشفى الشفى بريا معنى كده ان في منطقة زي ما حلاك شايفها بالقبيض كده المنطقة دي لسه الجيش الاسرائيلي ما سيطرش عليها وبيخود كتال كبير جدا مشكلة اسرائيل مش في الشمال مشكلة اسرائيل على حظم صحيفة المعرفة هو في الجنوب او في المربعية التانية في قطاع غزة ليه؟ لان هي شايفة كويس جدا تصراحات الاردن ومصر من التحركات العسكرية اللي بتتم من الجيش السهيوني في الشمال فلو اسرائيل ابتدت تروح لمرحلة التانية والتالتة في وسط غزة وجنوب غزة هنا هتبقى مشكلة كبرى لان مصر مش هتسكت هتعتبر ان ده اعلان حرب عليها والاردن هتعتبر كمثل فهي دي مشكلة اسرائيل الكبرى او اسرائيل مدركة تماما ان الانفاق الكبرى والانفاق الاساسية موجودة على الحدود المصرية فلازم تخش تشتغل برية هتعمل ايه؟ وهتخش ازاي؟ ولو دخلت مصر هتعلن الحرب هو ده السيناريو وهي دي المشكلة الاساسية بتاعت اسرائيل مش مشكلة في الشمال حاجة التانية اللي انا حاوز اقول لحضرتك عليها ودي حاجة مهمة جدا لازم تعرف ان لما انا بقول لك مشكلة اسرائيل في الجنوب ان مشكلة اسرائيل بتزداد مع مرور الوقت ليه؟ لان الوقت يطلع فيديو حواريه حضرتك الفلسطينيين بيمشوا من الشمال اللي فيه الحرب بيروحوا الجنوب الممر ده اللي سامحت به اسرائيل بزيادة اعداد الفلسطينيين مولين في الجنوب هتخلي تحرك عسكري في الجنوب مدمر في اعداد اللاجئين في اعداد المصابين اعداد القاتل هتبقى بالالاق لان الناس دي جاد بست في منطقة قليلة تعاوز تكش عليهم عسكريا هتبقى فاطورة مكلفة لو انت عشر تلاف بس ماتوا حد الوقتي اضرب بقى في عشرين تلاتين لو دخلت عسكريا في منطقة مقتزة واصبحت اكثر افتزازا من الاول لن نسمح باستمرار حكم حماس في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ولذلك اعتقد ان اسرائيل ستتحمل المسئولية الامنية داخل القطاع لفترة غير محددة لاننا رأينا ماذا حدث عندما امتنعنا عن القيام بذلك وعندما فقدنا السيطرة الامنية على القطاع كانت النتيجة هي ارهاب حماس تاني حاجة عشان المشكلة الاساسية دي يجب على اسرائيل تصفية انفاء حماس بما فيها من مقاتلين لازم يقضوا عن منطقة دي ويتأكدوا ان فيها قوات حماس وإلا لو تم تسريب مقاتلين للجنوب هتبقى مشكلة كبيرة جدا الجيش سهلون مش عارف يشتغل بالرأي طيب حاجة التالتة قالك والله لازم تعرف ان نتانياهو المفروض ان هو بيقول ان هو حياخد مسؤولية قطاع غزة حتى بعد امتهاء الحرب يعني ما معناها اسرائيل هتعيد احتلال قطاع غزة ودي حاجة نتانياهو ما اختلفش فقط مع جو بايدن فيها اللي طلع قال احتلال قطاع غزة او اعاد احتلال قطاع غزة ده امر مرفوض او خطأ كبير بن يمين نتانياهو اختلف مع وزير الدفاعه نفسه لان يقوف جلان وزير الدفاع طلع قال ان ما عندناش اي خطط لإعادة احتلال قطاع غزة فالرجل بيدرب في وزير الدفاعه اصلا فدي نقطة خطيرة جدا الناس دي مرتبكة والخطة اللي عاوزين ينفزوها ان هم يفضلوا يسيطروا على قطاع غزة ويعملوا منطقة اامنة منطقة الامنة دي يعملوا فيها زراعات وحاجات زي كده بحيس يشتغل فيها الفلسطينيين الفلسطينيين ما يخشو جواس رائل تاني اللي موجودين في قطاع غزة يقعدوا يشتغلوا في الحقول وممكن يعملوا لهم مصانع صغيرة عند منطقة الامنة دي يشتغلوا فيها بس اهم حاجة ما يدخلوش اسرائيل تالت حاجة بعد ما اسرائيل تأمن قطاع غزة لبعض الوقت تعيد التفاوض مع مصر والاردن والدول العربية والسلطة فلسطينية عشان تيجي تاخد مكان حماس في غزة دي خطة اسرائيل او دي رؤيتها لحد دلوقتي واضح جدا ان الحرب مش ماشية على كيف اسرائيل والحد دلوقتي واضح جدا ان الحرب دي هتطول قوي قوي فوق ما انت ممكن تتوقع لان خلي بالك اسرائيل استخدمت قوة مفرطة في ردها العسكري الجوي وده مكلف جدا وعدد طلعات العسكرية اللي تمت من الطيران السهوني التاريخية تاني حاجة الوقت كل ما يطول انت هتستدعي جبهات اخرى يعني مثلا مثلا النهاردة العرب بيدعوا لكمة اسلامية طارقة او الصعودية دعت ليها انا اتوقع ان الكمة دي مش هتحرز اي نتائج يعني ما تتوقعش ان هما يعلنوا الحرب على اسرائيل او امريكا مش هيحصل ما تتوقعش ان هما يطاعوا النفط مش هيحصل ما تتوقعش اي حاجة تتم من اي دولة عربية بس مع مرور الوقت لازم تعرف ان ممكن يبقى فينا نتائج اخر حيطة دي ركز فيها اوي الوقت هو عامل حاسم لان خلي بالك العالم مش هينتظر كتير على مجزرة اللي بتحصل في غزة دي في كوارس في غزة اللي انا عاوز اقوله في النهاية ان الحرب دي ما ينفعش اسرائيل تتهزن فيها والحد دلوقتي هي مهزوق ماشي ولازم تعرف الحرب دي كل ما بتعدي او الوقت بتاعها بيعدي هي مش في صالح اسرائيل تماما ممكن تكون في صالح حماس اللي حد دلوقتي ما طلعتش القصر ولازم تعرف ان حماس اكيد حطة خطة وعندها هدف اساسي في الحرب دي وهي انتصاص رد فعل اسرائيل والبقاء للسيطرة على قطاع غزة هو ده الهدف الاساسي لحماس ان اسرائيل يتضغط عليها من الخارج اسرائيل تلاقي الدعم الاوروبي النهاردة في مقالة نازلة تقولك في فورين فاليسي تقولك اوروبا هيتقسم التصين في دعم اسرائيل في خلافات كوية جدا في اوروبا حول دعم اسرائيل فرنسا يا جماعة بتدعو لهدنة فرنسا اللي هي مرهاش شو وساكتة النهاردة بتدعو لهدنة انسانية ووقف القتال فورا المزارات اللي طالعها دي توقع انها برضو في المستقبل هتزيد جامد جدا الوقت مش في صالح السهينة وتدمير حماس مستحيل وحماس عاوزة فعلا اسرائيل تخش بري وخسائرها تزيد ان الحرب القادمة هتكون مؤلمة جدا لاسرائيل هي دي خطة اسرائيل وده هدف حماس ياما جبهات اخرى تتحرك نصر بقى حزب الله ايران يتحركوا ويخشوا في معركة ضد اسرائيل ياما اسرائيل الوقت ما يسعفهاش ومتعرفشوا السيطرة على قطاع غزة وتنهازم بس لازم تعرف ان حماس بتستعد للحرب المقبلة يا رب اكونش احتحرك الموضع بشكل وبسط ويا رب بيكون المقالة دي اضافت اي حاجة جديدة بالنسبة للمعلوماتي شكرتك ويا رب انسو المصر رب انسو العرب يا رب ويا رب انسو فلسطين يا رب تحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يامين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين اشتركوا في القناة